من أول يوم لمعركة طوفان الأقصى وأغلبنا سمع في الأخبار أو أرى جملة إن المعركة دي عطلت التطبيع بين السعودية وإسرائيل بس كتير مننا ما يعرفش إن الجملة دي بتخبي وراها تفاصيل وكواليس أكتر وأكبر من اللي بتيجي في الأخبار وإن لها علاقة بسؤال تاني وهو هل ممكن السعودية تستخدم سلاح النفط للضغط على إسرائيل للوقف مجازينها في غزة؟ وإن الجملة دي كمان لها علاقة بموسم الرياض بتاع بطريقة طرفيه تركي آل الشيخ يعني إيه الكلام ده؟ خلينا نشوف لما بنتكلم عن السعودية دلوقتي ومن 2015 محتاجين نكون محددين فنقول نظام بن سلمان من ناحية لأن أغلب الدول العربية سياساتها دايما هي سياسة الفرعون اللي بيحكمها لأنها دول بلح مفقاش لا رؤية ولا خطط استراتيجية ومن ناحية تانية لأن بن سلمان من ساعة ما عمو الملك عبدالله مات في 2015 وابو سلمان ظاهريا مسك الحكم من ساعتها هو عامل انقلاب كامل في المملكة مش بس في أسلوب الإدارة لا كمان في أهداف الإدارة دي يعني لغاية الملك عبدالله كانت السعودية بتدار بالشكل التقليدي اللي هو العيلة الملكة مع غيطاء ديني تقليدي وكانت السعودية قبلة إنها تكون دولة مهمة أي نعم لكن جنبها دول تانية زي مصر والإمارات وقطر وغيرهم لكن من 2015 بن سلمان قرر إنه يبقى هو الزعيم الأوحد في الإقليم وكان مستعجل في ده لأنه دخل على الخط متأخر عن بن زايد اللي هو كمان كان شغال من بدري بهدف زعامة العالم العرفي اللي اتنين جمعهم أسلوب واحد وهو العلمانة أو التحديث بالطريقة الغربية في الوقت ده كانت إسرائيل بدأت تبقى أهم قوة في الشارع الأوسط وكل اللي عاوز يتراستق في حكم بلده لازم ينول رضاه عشان كده السيسي لما عمل انقلابه في مصر كان بدعم إسرائيل وبن زايد هو كمان نقط معها في المركب بسرعة من بدري بن سلمان بقى جي متأخر عن دول عشان كده كان لازم يشتغل بسرعة في الخطط بتاعته واللي ممكن نقول انها يعني لها محورين أساسيين التخلص من الغطاء الديني التقليدي وتنويع الاقتصاد بحيث ما يبقاش قاصر على البترول عشان كده عمل رؤية 2030 ومشروع نيوم مجرب في السياق ده محتاجين نفهم حاجة عن بن سلمان وهي بما انه عاوز يعمل تحول تاريخي في سياسة واقتصاد السعودية بالتالي محتاج حاجة تاني الاولينيقة هي الاستقرار الكامل في الشارع الأوسط يعني ما تحصلش أزمات كبيرة تلخبط الخطط بتاعته والتانية هي سند من قوة كبيرة في الشارع الأوسط ده وزي ما قلنا من شوية للأسف اسرائيل هي أقوى حد في المنطقة وهي اللي بن سلمان شاف بعينيه إزاي بتسند الكل السيسي في مصر وبن زايد في الإمارات وغيرهم بالتالي من بدري بن سلمان فهم انه محتاج يقرب من اسرائيل ويطبع معه بس في الأول كان لازم يكسر الحاجز النفسي وحالة التحريم اللي ترسخت في السعودية تجاه إسرائيل بحكم المناخ السلفي أو الدين عشان كده اعتقل عدد ضخم جدا من المشايخ والدعاء بالتالي محدش منهم هيصدعوا بالانتقادات لما يتقارب مع إسرائيل بالتزامن مع كل ده كان فيه خصم استراتيجي لبن سلمان هو نفس خصم إسرائيل استراتيجي اللي هو إيران خصومة بن سلمان لإيران كان جزء منها موقف كل واحد فيهم من الإسلام السياسي بن سلمان بيعتقل المشايخ والدعاء اللي جزء كبير منهم بشكل أو بآخر لهم علاقة بالإسلام السياسي وإيران بتدعم حماس اللي قرف إسرائيل في فلسطين وكمان بتدعم الحوثيين اللي هما كمان مرجعيتهم دينية وإن كانت شيعية يعني والواقفين ضد توسعات بن سلمان في اليمن عشان كده في أول كم سنة من حكم بن سلمان ولأنه كان فاكر نفسه بيخدم إسرائيل لما يحارب إيران ورجالتها سياسته كانت غشيمة وحدة وخليته فتح جبهات كتير ضد إيران يعني مثلا عمل حرب عصفة الحزم ضد الحوثيين في اليمن وفي سوريا كمل في دعم بعض الفصائل الجهادية المسلحة اللي بتحارب بشار اللي مدعوم من إيران ولأنه كان جديد فكار الحكم فكان واخد كل حاجة بدراعه يعني جنب الحروب دي قاتل جمال خاشقجي في تركيا عشان يخلص من الضغط عليه اللي كان عامله بمقالته حروب بن سلمان ضد إيران خلت الحوثيين يضراب السعودية بصواريخهم اللي وصلت لأساس الاقتصاد السعودي اللي مقدرش يستغن عنه وهي شركة أرام كل البترول وقاتل خاشقجي عمل عزلة دولية لبن سلمان وخلى بايدن لما كان مرشح للانتخابات في أمريكا يقوله أنه هيخلي السعودية دولة منبوذة بالشكل ده الشارع الأوسط ما بقاش مستقر وبقى فيه أزمات دولية بتواجه بن سلمان وده ضد خطط التغيير اللي بيعملها في السعودية بس الأهم أن الأزمات دي خليته يحس أنه محتاج لإسرائيل أكتر وأكتر لأنه هي الضامن الوحيد لاستقراره طب إسرائيل مستفيدة منه إيه؟ مستفيدة حاجات كتيرة جدا وكبيرة جدا أهمها على الإطلاق أنها تطبع مع مهد الإسلام وأرض الحرمين وده هيبقى أكبر إنجاز تاريخي لأي رئيس وزراء إسرائيلي ومستفيدة أن التغييرات اللي بيعملها بن سلمان زي مشروع نيوم يعني هتغرز إسرائيل أكتر في اقتصاد العالم العربي عشان كده لقينا حاخام إسرائيلي اسمه يعقوب هارتزوج بيعمل دعاية لنيوم وعشان كده كمان لقينانا بن سلمان سلم بعض أهم مفاصل نيوم لشركات إسرائيلية زي شركة شيك بوينت الإسرائيلية اللي شغالها في قطاع البيانات ونظم المعنوات ده غير شركات طاقة إسرائيلية شغالها هناك برضه ومن كتر ما إسرائيل بقت موجودة في نيوم السعودية عملت اتفاق مع شركة إسرائيلية عشان تقدم الأكل اليهودي للموظفين الإسرائيليين هناك كده بن سلمان عمل خطوات ممتازة في التقارب مع إسرائيل بس لسه مشاكله مع إيران عاملة آلق في الشرق الأوسط والآلق ده أمريكا نفسها مش عاوزة لأنها مش عاوزة إيران تزود اشتعال الشرق الأوسط خصوصا وإنه في ملف بينهم وهو الملف النووي الإيراني النقطة الأهم هي أن الشرق الأوسط يستقر عشان مصلحة إسرائيل وعشان تفضل تتمدد بهدوء وتسيطر من غير محد يعطله نتيجة الكلام ده كله بن سلمان من 2020 بدأ يغير سياساته يعني تصريحاته تجاه إيران بقت هادية ودخل مفاوضات مع الحوثيين والمفاوضات دي أسفرت في الآخر عن هدنة امتدت على مراحل من سنة 2022 ورجع علاقته بنظام بشر الأسد أول السنة دي وكده بقى فضل نيفل الوحش بقى إيران أم بن سلمان رايح للصين وقال لهم عاوزكم تصلحوني على إيران وطبعا ده بتنسيق مع أمريكا اللي عاوزة الأمور في الشارع الأوسط تهدأ الصينيين جاتلهم عبطبطة بقى وفعلا عملوا اتفاقية تطبيع بين السعودية وإيران كل دي كانت جبهات بن سلمان بيهديها عشان يفضى بقى للملفين الكبار مشروعاته الاقتصادية والتقارب مع إسرائيل وفعلا اشتغلت المفاوضات الرسمية بينهم برعاية أمريكية وهنا في نقطة تاريخية مهمة وإن اللي بيعمل اتفاق مع إسرائيل بياخد مكاسب من أمريكا يعني السادات لما عمل معاهدة السلام معهم أخذ المعونة الأمريكية السنوية ومعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل هي اللي رجعت الأردن لحضن أمريكا بعد ما كانت واخدة على خطرها منها بسبب دعمها لصدام في حرب الخليج وطبعا يعني الأردن دعمت صدام عشان كيتخايفة منه لأن في حدود مشتركة ما بينهم وممكن صدام يقل معه حتى الإمارات لما عملت اتفاق السلام الإبراهيمي مع إسرائيل أمريكا وعدتها أنها تاخد طائرات الـ F-35 والمغرب لما عملت نفس الاتفاقية إسرائيل سعادتها في ملف الصحراء الغربية والسودان لما عملت اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في أوائل 2020 أمريكا اديتها دعم مالي ورفعت اسمها من قوائم الدول الرعية للإرهاب وكذا بالتالي بن سلمان وهو بيتفاوض مع الإسرائيليين كان عارف أنه بياخد مكاسب أكتر من الأمريكان وبالفعل طلب منهم أن هم يعملوا معه اتفاقية أمنية دفاعية تخليهم ملتزمين بحمايته بنفس درجة التزامهم بحماية دول حلف الناتو بمعنى أن إيران لو شطانها وزها تقلب عليه في يوم الأيام هتلاقي أمريكا هي اللي بتحاربها والأمريكان عشان فاهمين كده كانوا بيدرسوا الموضوع كويس ومش مستعجلين فيه وكانوا ربطينه دايما بأن السعودية تخلص اتفاق التطبيع مع إسرائيل بس في مقابل تأجيل حسم الملف ده الأمريكان كانوا مع الشمين السعودية أن هم يساعدوها في تطوير برنامجها النووي وكان هم المتوليين تهدئة مخاوف إسرائيل من الموضوع ده خصوصا وأن دعم المشروع النووي كان من مطالب السعودية عشان تعمل اتفاق تطبيع مع إسرائيل فلسافة السعودية من وراء حوار النووي ده هو أنها تستغل اليورانيوم اللي موجود في أرضها واللي بتقول إنه كتير عشان تعمل مفاعلات نووية تنتج منها كهرباء وطاقة بحيث توفر بترولها وتصدر أغلبه وبكده تجني عوائد أكثر بالشكل ده فضلت مفاوضات السعودية مع إسرائيل شغالة وفعلا قربت من اتفاق نهائي للتطبيع وبين سلمان نفسه أعلن ده في حوار شهير مع قناة فوكس نيوز الأمريكية يبقى كده السعودية بتهدي جبهات إيران حواليها في كل حتة وبتقرب من التطبيع مع إسرائيل وبتتفاوض مع أمريكا لدعمها عسكريا ما افضلش غير ملف واحد هو اللي ممكن يهد بكل ده وهو القضية الفلسطينية لأن السعودية بلد الحرمين ماينفعش تعمل تطبيع مع إسرائيل من غير ما الفلسطينيين يستفيدوا ولا يعني منظرها يبقى وحش جدا وطوب الأرض هيزايد عليها وهتبقى فرصة لجماعات الإسلام السياسي اللي حماس بشكل ما جزء منها يعني هي وجهات الإسلامي أن هما ينتقد السعودين قال يعني كانت دي الحاجة الوحيدة اللي فضل عشان ينتقدوه يعني الراجل بلسان وبيقول إن هدفه مجرد تسهيل حياة الفلسطينيين مش إنهاء الاحتلال وإنه يخلي إسرائيل لاعب في الشر الأوسط قال يعني إسرائيل مستنية بخصوص فلسطين بن سلمان تخيل نفسه زكي وقال لك الملعب دي كمان راح معين أول سفير سعودي عند أبو مازن في الضفة الغربية على أساس يعني أن أبو مازن هو الرئيس الفلسطيني قصاد العالم وبكده يبقى احنا بندعم السلطة الفلسطينية وطلب من الإسرائيليين أن هما يدوا أي حاجة على جنب كده للفلسطينيين الإسرائيليين طبعا مش أغبية عشان يدوا مكسب كبير لبن سلمان زي دا وهم عارفين أنه هيستفيد من حمايتهم زي ما هم هيستفيدوا منه أمئة بالكتير قوي وبالضلين وافقوا أن هما يرجعوا في كلامهم وما يضموش 30% من أراضي الضفة الغربية بعد ما كانوا نويين يبلعوها وإيه ده آخرك عندنا يا معل وقد كان وعشان اللي فيه طبع يعني ما بيبطلوش ناتنياهو بعد ما ضمن اتفاق التطبيع مع السعودية طلع في الأمم المتحدة في شهر 9 اللي فات وأعلن للعالم أنه قرب يعمل اتفاقية التطبيع مع السعودية ضمن اتفاقات السلام الإبراهيم وعرض خريطة للشارع الأوسط الجديد بتوضح الدول العربية اللي مرتبطة بمعاهدات مع الاحتلال الخطير بقى أن الخريطة اللي عرضها ناتنياهو كان فيها إسرائيل بلعى الضفة الغربية بالكامل وما كانش فيها أي ذكر لدولة فلسطينية اللي هو إرسالة بتقول فكوكو من حل الدولتين ناتنياهو عمل كده بقلبي جامد لأنه عارف أن بن سلمان مستحيل يضحي بالمكاسب الخيالية اللي هيخدها من التطبيع مع إسرائيل ومن أمريكا عشان فلسطين وفعلا ما حصلش أي تعليق من السعودية على الخريطة كلام دي كان في أخر شهر 9 اللي فات وده كان إعلام بتصفية القضية الفلسطينية في مقابل مكاسب السعودية من تطبيع مع إسرائيل اللي هو مستحيل تقباله المقاومة الفلسطينية بكل أطياف ومستحيل تقباله إيران لأنه بيحرمها من ورقة فلسطين وبيمهد للقضاء على المقاومة وفي 7 أكتوبر ناتنياهو شخصيا صحي على خبر إن حماس توغلت في مستوطنات إغلاف غزة وقتلت وقسرت من رجالته كتير والعالم عارف معركة اسمها طوفان الأقصى المعركة اللي رجعت عدم الاستقرار الإقليمي اللي محدش عاوزه لا بن سلمان ولا أمريكا ولا ناتنياهو ومن أول ثواني السعودية وإيران وإسرائيل وأمريكا والعالم كله عارف إن أول ملف خسر من العملية دي هو التطبيع السعودي الإسرائيلي لأنه مستحيل السعودية كمل في التطبيع بالتزامن مع المدابح اللي بيعملها القصف الإسرائيلي في غز ثانيا أعطلت التطبيع لغاية إمتى ما حدش عارفه بس الأكيد إن ابن سلمان مستحيل يفرط في الملف ده حتى لو ناتنياهو قتل اللي 2 مليون غزاوي وإن عودة مسار التطبيع مسألة وقت ثالثا إيران رجعت تاني مصدر تهديد وألأ لابن سلمان لأنها داعمة لحماس والجهاد الإسلامي في غزة رابعا القوة العسكرية اللي ظهرت بها المقاومة بقى واضح إنها خطر على مشروعات بن سلمان الاقتصادية مع إسرائيل إذا كان الاقتصاد الإسرائيلي نفسه بيخسر بشكل رهيب كل يوم يعني السياحة خسرت من بداية المعركة أكتر من 76% والاحتياط النقدي خسر حوالي 8 مليار دولار وخسارة تانية كتير اللي هو باختصار نقدر نقول إن أكتر واحد متنكد في الشارع الأوسط بعد ناتنياهو هو بن سلمان والنكد ده أخد كذا شكل في التعبير عنه يعني مثلاً لو رجعت بيانات السعودية من لحظة بداية طوفان الأخصى هتلاقيها بيانات روتينية بهتر وحتى لغة الإدانة فيها يعني لا ترقى لمستوى المجازر اللي بيعملها القصف الإسرائيلي للمدنيين في غزة حتى في الإغاثة السعودية عشان تساعد غزة فتح تباب التبرعات للشعب السعودي ولأن الشعوب طبعاً دايماً سبقى الحكام الشعب هو اللي تبرع وجمع أكتر من 100 مليون دولار لدعم غزة بس في المقابل مفيش أي ضغط سعودي حقيقي عشان معبر رفح يتفتح مثلاً يعني والمساعدات دي أصلاً تدخل أو حتى ضغط على إسرائيل عشان تبطل قصف ولو مؤقتاً عشان المساعدات الإنسانية تدخل ومفيش أي ضغط سعودي لا على أمريكا ولا على إسرائيل عشان الهدنة الإنسانية تتعمل برضو عشان المساعدات تدخل والأسوأ من كل ده إن السعودية رفضت إنها تلغي أو حتى تأجل موسم الرياض بتاع هيئة الأمر بالترفيه هو تركي قال الشيخ بالعكس ده تعمل بكامل طقته وببهرجة تحس إن هم يعني قصدين يستفزوا مشاعر كل المسلمين والعرب جوه المملكة قبل بره الكلام ده والمصاريف دي كلها مع إن في مواطنين سعوديين من كتر ما هم مش لقين يكلوا ولا يدفعوا فواترهم بقوا بيشتقوا على السوشال ميديا نادي كده بس الترفيه بس يعني للتسلي هذا استفزاز تهاب إحنا في زمن يا الله نحن نلقى نقمة ناكلها إحنا في غلل معي شهر ولا في بضع الاقتصادي السيء اللي إحنا فيه يعني ما علينا من الميديا اللي تفخخ وتقول إن والله تطورنا تطورنا أوكي لكن الشعب كل شو ينازل تعبنا قسما بالله يتعبنا يدخل الواحد يحاسب أي شغلة 15% هذه الحالة تكسر ضغرها آخر شهر وما دوبنا بنتكلم عن الموقف السعودي من اللي بيحصل في غزة بعض الأبرياء والطيبين يعني يتلاقيهم دايما بيطرحوا سؤال بريء زيه هو ليه السعودية ما تضغطش بسلاح النفط على إسرائيل وأمريكا زي ما حصل في حرب اكتوبر 73 خلينا أقول لك إن أصلا حظر النفط السعودي خلال حرب اكتوبر كان حاجة أقرب للتمثيلية منها حية وإن مكاسب السعودية من الفيلم ده كانت أكبر من مكاسبها قبل الحرب أصلا بس أبلي ما نوضح تا خليني يعني أحسم لك من بق المسؤولين السعوديين دلوقتي مسألة استخدام النفط للضغط على إسرائيل من ساعات بسيطة وزير الاستثمار السعودي صرح وقال بشكل قطعي إحنا مش هنستخدم سلاح النفط ضد إسرائيل وقال إحنا هنحقق السلام من خلال مفاوضات السلام يا باشا بقولك إسرائيل رفضة مقترح أمريكي بعمل هدنة إنسانية مؤقتة عشان بس المساعدات تدخل لأهل غزة تقول لي مفاوضات السلام وللي استغرب يعني لما كسرنا أسطورة أو خرافة إن السعودية حذرت النفط بجد بعد حرب 73 خلينا أقولك إن بعد هزيمة يونيو 67 العراق هو اللي دعا لقطع البترول عن أمريكا وبريطانيا وباقي حلفاء إسرائيل وفعلا طبق الحذر ده على نفسه الملك فيصل بقى ملك السعودية وقتها رافض بشدة موضوع قطع النفط عن الغرب وفضل جلالته ورافض استخدام النفط كسلاح للضغط على الغرب بالداعم لإسرائيل حتى لما السادات طلب منه ده في أغسطس 73 قبل الحرب بصوهرين ولما حصلت حرب اكتوبر الملك فيصل بلغ أمريكا وبريطانيا إنه احتمال يلجأ لقرارات تتعلق بالبترول عشان حماية العش بس حتى بدي كانت عينه على المكاسف لأن في اليوم العاشر للحرب اكتوبر خل بالك اليوم العاشر السعودية اكتفت بس بتخفيض إنتاجها من النفط 15% نتيجة ده أسعار النفط نطت بنسبة 70% وبكده المصرين كانوا بيحاربوا وبيموتوا في الجابهة والسعودية بتجني مكاسب المدة زيادة في أسعار النفط نتيجة ده خلال الحرب سعر برميل البترول وصل لأكتر من 5 دولار ومع نهاية المعارك نوفمبر 73 السعودية زودت خفط الانتاج ده لـ 25% وبسبب ده سعر البرميل قرب على 12 دولار ودي كانت أول مرة في التاريخ سعره يعدل 10 دولار يعني مكاسب السعودية كان خيالي يعني الملك فيصل كسب من الحرب ما ضحاش فيها النقطة المهمة كمان إن حتى خلال الحظر المزعوم السعودية كانت بتبعت بترول للسفن الحربية الغربية اللي في البحر المتوسط اللي كانت جاية تدعم إسرائيل نقطة كمان وهي إن خفض إنتاج البترول ما عملش أي تأثير سلبي في أمريكا والغرب زي ما احنا متخلين لأن فعليا السوق الغربي ما حصلش فيه نقص في النفط كل اللي حصل هو قلق عند المستهلكين هنا كان بيحكيلي على ذكرياته أيام الحرب فقال لي إن الدولة كانت بتوزع عليهم البترول بكوبونات فهنا قبل بقى ما أبدأ أتعاطف معاه قال لي إيه قال لي عشان كده أيامها أنا اشتريت عربية تانية عشان يستفيد من الموضوع ده من التخفيض على أسعار البترول واخد كوبونين بدل واحد وعموما حتى التمثيلية دي بن سلمان مش مستعد يعملها دلوقتي لأن أي خسارة لنتنياهو هي خسارة ليه هو شخصية لأن نتنياهو شريكه في مشوارة تطبيع وعلى ذكر التطبيع نفس وزير الاستثمار السعودي اللي قال إن هم مش هيستخدموا سلاح البترول ضد إسرائيل قال كمان في نفس التصريحات إن مفاوضات التطبيع مع إسرائيل هتستمر رغم الوضع في غزة وده تأكيد للي قلنا من شوية أنا بن سلمان بقى خلاص مربوط مع نتنياهو إسرائيل بمصالح ومشاريع مستحيل يقبل إنها تتهزأ أو تتأثر مهما حصل المشاريع دي كانت وصلت للكلام عن خط شكة حديد بيوصل بين إسرائيل فلسطيني المحتلة يعني والسعودية الخط ده وغيره من المشاريع اللي ضربتها معركة طفان الأخصى اللي رجعت القضايا الفلسطينية اللي صدارت المشهد في العالم وبقت هي الترند الرئيسي بعد ما كان العالم كله خلاص جاهز نفسه لتطبيق خريطة نتنياهو اللي عرضها قدام الأمم المتحدة الموقف السعودي اللي شرحنا ده هو عينة مهمة من مواقف عربية كتير بتاخذ الفلسطينيين وبتتهاون في خسيرهم ودمهم ومهم إننا نفهم المواقف دي بالتفصيل عشان حاجتين الأولانية للتاريخ عشان ما حد يشي يجي بعد كده ويزايد زي ما حصل في حوار حظر البترول سنة 73 والتانية عشان العالم يفهم قد إيه أهل غزة وقفين لوحدهم ونشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة